ازايك بوحميد عامل ايه؟ ازايك صاحب عامل ايه؟ بقول لك ايه رأيك في التصميم ده؟ لا لا الجامعة حلوة ويجد مش حاسه خلص ليه بس شكله حلو؟ لا لا بجد مش عاجبني انا همسحه استنى بس انت بتعمل ايه؟ خلاص تمسح خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير خلصنا بلاي لست مصمم جرافك من الصفر وبدأنا بلاي لست جديدة تحت عنوان عقبات المصممين واللي بتظهر معاك سواء كنت لسه بدئ في المجال او عد عليك فترة وبتظهر معاك مع الوقت فيديو النهاردة مفيد جدا واللي هنتكلم فيه عن ايه هو البرفكشنزم وازاي تتغلب عليه وايه الاضرار اللي ممكن تنتج ازا لم تقدر على التغلب عليه وين نوافة اللي هتقول عليك لما تتغلب على البرفكشنزم فعايزك تركز معايا وكوباية القهوة التمام ويلا بينا يا فنان البرفكشنزم او الكمالية وهي انك بتبقى عايز تطلع كل حاجة ببرفكت زي الكتاب ما بيقول وفي ناس الوقت لو يطلع قدامك مسلا غلطة صغيرة انت عملتها بتحس ان الموضوع كبير طبعا بتكون من وجهة نظرك انت بس حس ان الموضوع كبير قوي واللي هو انا ازاي نعمل الغلطات دي كلها وينهرب يضلق ده انا فاشل ده الموضوع ضخم انا بواسط الدنيا رغم انه ممكن يكون التوتل اللي انت عملته قدام الناس شكله حلو وشكله لزيز ومتقبلونه جدا وبينتر عندها احباط كامل بالنسبة للحاجة ديت وبتفقد الامل فيها وبتبدأ خلاص انا لا انا قرحتها وعايز ارميها على جنب والحقيقة معظم مصممين بما فيهم انا عندنا حتة البرفكشنزم دي خاصة ما في البدايات تبقى لسه بادئ ودي برضو حصلت معايا على مستوى الشخصي ان انا كنت شغال في شركة مسلا انه بقى عامل ديزاين انا عندي برفكشنزم الديزاين ده انا شايفه فيه مشاكل كتير ورغم انها حاجات بسيطة اللي حواليه شايفين الدزاين مقبول وكويس وحلو بما اني لسه جونيور وكده اه تمام يا احمد انا لا مش عاجبني الدزاين شفت ديليت على طول فهنا ظهرت جزئة البرفكشنزم وان انا عايز اطلع فيجوال قوي جدا في خيالي ورغم ان انا لسه جونيور ومهاراتي لسه على قدها ما اقدرش اطلع اصلا الفيجوال ده لان انا قريدي لسه متعلمتش ولسه قدامي طريق او بالمعرف دي بتتعامل ازاي ودية ايه فكرتها ودية بتتعامل كده ليه اساسا كل الكلام ده ما كانتش وقت وساعتها بس فكرة البرفكشنزم هي اللي اصلت عليها بالتأسير السلبي ده نتيجة ان انا بشوف اصلا اعنات موجودة لشركات كبيرة جدا عن انترنت كريتي وفيها شغل قوي جدا ما فيهاش غلطات فبحس كده انه ده نورمل ده اللي انا لازم اطلعه ما طلعتهوش فانا كده فاشل فكان كل تصميم بعمله وبحس ان لا ده مش راضي عنه وايه لقرف ده ودليت على طول فلو انت عندك نفس المشكلة اللي انا حكيت لك عنها ديت هتلاقي نفسك متردد مش عارف تاخد قرارات سريعة وهتلاقي نفسك مش عارف تسلم في الاخر سواء للشركة اللي انت شغال فيها او للعميل اللي انت شغاله فنتيجة لذلك هتلاقي نفسك بتشكك في نفسك مش عارف تطلع شغل والشغل اللي انت بطلعه بيطلع متأخر وبتجلد في ذاتك انت في الاخر وده نتيجة ان حضرك بتركز على التفاصيل الصغيرة في التصميم واللي محدش بيبص عليها بالعكس اصلا بيكون شكل النهائي للدزاين بتاعك شكله حلو طيب ازاي تقدر تتغلب على البرفكشنزم او الكمالية علشان تتغلب على الكمالية لازم تؤمن بذاتك ولازم تؤمن بنفسك ان انت تقدر حتى لو كنت مصلم مبتدئ لازم تؤمن بمستواج دلوقتي ويبقى عندك يقيم تام بان انت شخص ناجح وشاطر وان دية ما هي الا مرحلة انتقالية وان قدام ان شاء الله هتتطور اكتر واكتر وهتنجح اكتر واكتر لان انت شخص ناجح وتزينر شاطر وكمان تاخد رأي اللي حواليك وتصدقهم ولو قالوا لك اي انتقادات تبدأ تستوعبها وتحللها زي ما تكلمنا عن فيديو التعامل مع النقد تقدر تشوفه في الاي لفوق مفيد جدا هتبدأ تستوعب بقى النقد ده ماشي ازاي ولو حابب تبعد تصميماتك بحيس ان احنا ننتقد هنطلع التصميمات في استشاري التصميمات ان شاء الله كل جمعة تقدر تبعاتها على قناة تليجرام هتلاقى تحت في من هنا هتبدأ بقى تتقبل شغلك وبدل ما انت عاد بتدور على ازاي ان انت هتطلع تصميم شكله حلو هتدور على ازاي انك تطور من نفسك وازاي تبقى تزاينر شاطر وتبدأ تدور على تفهم انها ازاي تعمل الطريقة ديت بشكل صح ازاي تطور من الطريقة ديت ازاي توقص احسن ازاي تطلع اللوجو شكله قوي ازاي تفكر بشكل صح وكل الكلام ده كله حيساعدك ان انت تطور من نفسك وتبقى تزاينر جامل وعشان اسهل عليك ان انت تقتنع بالتصميم بتاعك ففيه برضو شوية اه قصص او قواعد لو انت هلتزمت بيهم هتطلع ديزاين فعلا يعجبك ويعجب غيرك يعني حتى لو انت عندك وبرضو حسيت انها فيها مشكلة بس انت متأكد ان ان شاء الله ديزاين ده هياجب كل الناس اللي هتشوفه لذلك برضو انا عملت بيهم فيديو تقدر تشوفه في الاي لفوق اتكلمت فيه عن الاساسيات التصميم وازاي تطلع تصميم مع الصح والمزبوط فلو انت مشوفتوش بعد ما تخلص الفيديو ده روح شوفه هتستفد جدا فوكس وركز قوي على هدفك من التصميم مش مشاكل الصغيرة اللي انت بتدقى فيها يعني مسلا لو انت بتعمل لوجو فما ما تركزش الباز ده متحرك من مكانه سنة ولا بيكسل ولا مش عارف ايه لأ بتبدأ تركز على مسلا ان العميل ده شغال في المجال الفلاني فانا عايز اوصل العميل بتاعه ان هو لما يشوف اللوجو يعرف ان الراجل ده شغال في المجال الفلاني عايز ادي الوان لما الراجل ده يشوف اللوجو يحس باحساس معين دي جاه البراند عايز اعمل بتبدأ تهتم بالفاينال بتاعك يطلع شكله ايه بشكل عام مش بتفاصيل دقيقة جدا محدش بيبص عليها كمان لو انت شغال في الدمج برضو نفس الفكرة ان انت بتكون عايز تطلع رسالة معينة للشخص اللي عايشو في الدزاين بتاعك فبس هتحط الحاجة دي بحجمه معين هتحط جنبها حاجة تانية عشان تدي احساس الشمول ما بين الاتنين هتبدأ تعمل معين هتبدأ هتبدأ تزبط الدنيا دي كلها بناء على الرسالة اللي انت عايز توصلها مش ان انت تعمل حاجة تفصيلة ديت لا اصل الحجمها اصغر ملي مش مرتاح انا همسح الديزاين ما ينفعش طبعا التصميم بشكل عام بيكون ليه رسالة بيكون اهم حاجة ان انت تقدر توصل الرسالة دي بشكل صح زي بالزبط اللغة لما تيجي تعمل مع حد تاني اهم حاجة مش في الانجليزي الاكسنت اهم حاجة ان انت تقدر توصل لي انت عايز تعبر عن ايه وعايز توصل لي ايه فبمجرد ما تلاقي نفسك ان انت حققت الهدف بتاعك فكك بقى من التفاصيل الصغيرة ديت واخد رأي اللي حواليك لو في تفصيلة منها كانت مهمة فغيرك هينبهك لها وهتبدأ تصبطها وتاخد منه اقتراحات وزي ما قلت لك في حلقة النقد فانت هتطلع منه بمعلومة جديدة تفيدك فعلا كمصمم وكمان فيه كامل سواتيجية ممكن تساعدك علشان تتجاوز زي مسلا ان انت تحط لنفسك ديدلاين هيبدأ اضغطك مسلا انت التصميم ده بياخد منك وقت معين ساعة لربع فانت معاك ديدلاين ساعة لربع لنفسك مش للعميل بتاعك فتبدأ ان انت تشتغل على الديزاين ما تدقش ان انت تدور على التفاصيل الصغيرة انت بتبدأ تدور على ان انت خلص التصميم بالشكل الحاجات الاساسية المهمة فيه تكون خالصة مزبوط فيه فاللوه خلاص انت ساعتها مش هتبص على التفاصيل الصغيرة ديته بمعنى اصح انت بتشتت تركيزك علشان ما يبصش على التفاصيل الصغيرة ويبص على المنظور العام للتصميم وكمان انك تفتكر انجازاتك وان انت قد ايه شخص ناجح وشخص عنده هدف وطموح وان ما فيش اي مشكلة هتقف قدامك لان اي مشكلة طبيعي انها هتطلع قدامك الفترة الجاية بما انك مسلا لو انت جونيور مسلا على سبيل المسال فهو هتظهر قدامك مشاكل كتير الفكرة كلها ان انت عندك ايمان ان انت هتقدر تحل المشاكل دي هتدور على حلها لو مش عارفت حلها ازاي هتبدأ يتطور من زيتك ازاي كل الكلام ده مهم جدا بالنسبة لك على فكرة ما تستهونش بالموضوع اهم حاجة يكون عندك ثقة في نفسك ان التصميماتك هتطلع حلوة وان الناس كلها بتحب التصميمات بتاعتك حتى لو فيها مشاكل فانت بتدور عن مشاكل دي انا عايزك تروح للناس تقول لهم وروني مشاكل فين في التصميم يا جماعة انا كنت بعمل كده على فكرة على النصار شخصي قل لي المشكلة فين هنا انا عايز اسمع انا عايز اسمع منك اقول لي مشاكل فين? ومن هنا تبدأ تطور من نفسك فعلا وتبقى متأكد ووسط من نفسك ان تصميماتك كلها بتطلع حلوة ومع الوقت فعلا هتلاقي ان مشاكلك اللي كانت بتظهر قبل كده ما بقيتش فيه مشاكل جديدة بتظهر. في النهاية ما فيش بنيادم كامل كلنا عندنا عيوب لو انت عندك ومحلتش المشكلة دي هتفضل تحس بالتأصير وجلد الذات وان انت شخص فاشل وانه ازاي هقدر اطلع تصميم حلو انا مش هقدر اكمل في المجال ممكن تسيب المجال في الاخر بعد فترة معينة. وكده كده احنا متفقين ان انت تزاينر جامد ما فيش منك اتنين لذلك يعني فكك بقى من الكلام ده كله وانزل اعمل سبسكرايب فعل زر الجرس لو انت لسه جديد معانا وتشوف الفيديوات اللي فاتت لو انت شفتاش وتستنى الفيديوات اللي جاية عشان حرفيا بازن الله فيها عظمة جاية يعني فيها فكار كتيرة جدعان بجد يعني احنا بس ايه يعني الفيديو ده وقته دلوقتي اللي جاية هيكون اقوى من ده اللي جاية هيكون اقوى من اللي بعده هتلاقي الموضوعات جميل و لزيز جدا حرفيا لو عندك اي سؤال تسيبولي في تحت هارد على كل الكومنتيات بازن الله وبشوفهم كلهم بجد وبحب قوي الكومنتيات اللي بتديني حافز لقدام ديت تعنى بجد في قلبي في قلبي والله العظيم. اه لو عندك اسوأل تدرسوا لي في تقدر تخش معنا على بتاعة التليجرام. تقدر تشارك معنا استشارة التصميمات في البوست المتسبت في التليجرام. واشوفك على خير يا صديقي في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.